السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسنا الجديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن compound subject إذا الفاعل المركب كما نعلم الجملة في اللغة الإنجليزية فاعل وفاعل وتكملت الجملة أحيانا يكون عندنا الفاعل بيكون مركب مكون من كلمتين أو ثلاثة وهكذا عندنا إذن يجب أن يكون الفعل أيضا بحالة توافق مع الفاعل أحيانا بيكون عندنا أيضا الفاعل مركب لكن يكون الفعل أيضا نستخدم بحالة المفرد نتبع في هذا الفيديو درس مهم جدا من أساسية اللغة الإنجليزية كما نعلم الجملة في اللغة الإنجليزية بيكون عندنا فاعل بعدين عندنا فعل تكملة الجملة إذن فاعل وفعل وتكملة الجملة مثلا The players are happy لاحظ الفاعل وحيد ليس compound subject إذن ليس اسم أو ليس فاعل مركب بينما الفاعل المركب بيكون عبارة عن كلمتين أو أكثر موصول بconjunction اسم موصول أو حرف عطف كما نعرف يكون عندنا and or nor إذن عند إذن بيكون هذا مركب مثلا The players and the students are happy إذن اللاعبين والطلاب يكونوا سعدان إذن لاحظ هذا يصبع عندنا compound subject إذن فاعل مركب لنعدنا اسمين مربوطة أو موصولة بconjunction هو and إن تابع أحيانا ممكن شخص يقول خلص and معاته جمع نستخدم R لكن راح نشوف أنه في التمارين القادمة موجودة and لكن نستخدم الفعل بحالة المفرد كيف؟ تابع معنا لحظة هذا الجملة bananas, grapes and dates taste sweet يعني الموز العنب والتمور طعمها حلو لاحظ الفاعل هذا يعتبر الفاعل ثلاث كلمات إذن bananas, grapes and dates إذن هذا جميعها تعتبر الفاعل taste هي الفعل sweet هي تكملة الجملة هل نسميحنا compound subject فاعل مركب لأنه عندنا مؤلف من أكثر من كلمتين وفي conjunction يعني اسم موصول أو حرف عطف هو and ننتبه لا نقول bananas, and, grapes, and, date دائما إذا كان عندنا قائمة من أسماء أو قائمة من أفعال أو قائمة من الصفات فقط آخر اسمين أو فعلين أو صفتين and وقبل هذا فاصلة لاحظنا وضعنا كما فاصلة وضعنا هنا and استخدمنا الفعل بحالة الجمع لماذا؟ لأننا عندنا الفاعل هنا جمع بعد هذا التمرين لاحظ أيضا موجودة and لكن الفعل بحالة المفرد that famous writer and player is going to read his new story يعني نبدو عند الفعل سوف يقرأ ذاك اللاعب والكاتب المشهور قصته الجديدة إذا دائما عندما ترجم نبدو عند الفعل هذا اللاحظة بالمستقبل كما نعلم درس سابق اللي يحب يرجع عليه الفيوتر مستقبل يكون عندنا well والفعل بتصريف الأول أو يكون عندنا be فعل con going to والفعل بتصريف الأول إذن is going to read إذن هذه هي الفعل اللاحظ الفاعل that famous writer and player ممكن شخص يقول عندنا and معاته يكون عندنا جمع وهذا خطأ يعني plural لماذا؟ لأنه that famous writer and player إذا ك الكاتب واللاعب الشهير يعود على شخص أو يعود إلى شخص واحد مثلا أحمد أحمد يكون كاتب ولاعب معاته مفرد عند إذن نستخدم is لن نقول a هذا خطأ وأيضا that لاحظ that دائما نعلم أنه that يأتي بعدها is مفرد أيضا this يأتي بعدها مفرد عندنا those بيكون عندنا جمع these بيكون أيضا جمع أيضا هذا that تعتبر مفرد نستخدم is أيضا الشيء الثالث his a new story قصته الجديدة أيضا his تستخدم ضمير ملكي من he هي مفرد عند إذن نستخدم مفعلكون حالة المفرد وليس حالة الجمع إذن that famous writer and player is going to read his new story إذن هذا بيكون compound subject فاعل مركب موجود and واسمين لكن يعامل معاملات المفرد لأنه يدون على شخص واحد peanut and jelly fills me at lunch يعني الفول السوداني والجلي أو الهلام أو حلوة الجلي fills me شبعتني أو ملأتني at lunch عند الغداء أو عند التناول عام الغداء اللحظ استخدمنا السن المفرد الغداء لماذا؟ لأنه الجلي والفول السوداني بيكون طبق طبق واحد one dish إذن طبق واحد يعني مفرد يعني at عند إذن نستخدم s المفرد الغاب نعمل معاملات المفرد لنقول and بيكون عندنا يعني اسمين بيكون جمع عند إذن نستخدم الفاعل بيكون بحالة الجمع يعني يتوافق مع الفاعل بحالة الجمع وهذا خطأ الفاعل صح مركب لكنه يعامل معاملات المفرد لأنه عبارة عن one dish طبق واحد عند إذن نضيف s المفرد الغاب اعتبرنا peanut and jelly طبق واحد يعني it عند إذن نضيف s المفرد الغاب لدينا قاعدتين or not نستخدم neither إذن لدينا قاعدتين or neither nor بيكون عندنا الفاعل بحالة المفرد الحال الأولى the soup the bread or the salad is served first يعني الحسان الخبز أو السلطة تقدم أولا is served يعني تقدم أو تخدم أولا اللاحظ أيضا or إذا كان عندنا قائمة أشياء أسماء نضع or قبل يكون عندنا فاصلة لاحظة نستخدم كما لدينا or بهذا الحالة نستخدم فعل con is حالة المفرد حتى لو كان عندنا compound subject اسم مركب لاحظ أكثر من اسم لكن استخدم is وليس are لماذا عندنا or neither أحمد nor Mary has many books لا أحمد ولا Mary لديهم العديد من الكتب neither دائما عندنا يكون عندنا neither أو neither بعدها nor هذا الحالة يكون الفاعل مفرد بالتالي نستخدم الفعل بحالة المفرد يجب أن توافق الفعل مع الفاعل لن نقول have إذن هذا خطأ لماذا عندنا neither nor نعملها معاملة المفرد neither أحمد nor Mary has many books إذن نستخدم has بحالة المفرد وليس have إذن إذا كان عندنا or nor neither يكون الفعل بحالة المفرد وليس الجمع اللحظة الجملة هذه milk cheese or cakes are on sale اللحظة استخدم are الجملة الثانية cakes milk and cheese is on sale استخدم is ممكن شخص يقول كيف نفس الجملة استخدم are استخدم is لكن ننتبه milk cheese or cakes لاحظة استخدم cakes قبل الفعل فعل الكون بينما هذا الجملة cakes milk and cheese قبل الفعل أتت cheese واستخدم الكون conjunction هو or أو بهذه الحالة إذا كعدنا or نعامل ننتبه بهذه الحالة لكعدنا compound subject أيضا فعل مركب ننتبه إلى ننتبه إلى الاسم الأقرب للفعل الاسم الأقرب للفعل هو cakes بحالة الجمع عنده إذن استخدم are حالة الجمع كما قلنا is حالة المفرد are حالة الجمع لاحظ الاسم الأقرب للفعل هو cakes عنده إذن يكون نستخدم are بينما بهذه الجملة الاسم الأقرب هو cheese cheese مفرد عنده إذن نستخدم فعل الكون is الجملة لا نفس الترجمة يعني الكعك والحريب والجبنة فيها يعني يكون تنزيلات أو فيها تنزيلات إذن كل الجملة نفس المعنى لكن لاحظ هنا عندنا or وأيضا هنا or بهذا الحال ننتبه لالاسم الأقرب للفعل الاسم الأقرب للفعل هنا cakes بحالة الجمع عنده يكون الفعل كون بحالة الجمع بل الجملة الثانية بيكون cheese أيضا بحالة المفرد عنده إذن نستخدم is بحالة المفرد وليس are إذن ننتبه إذا كان عندنا or في الجملة الاسم اللي بعدها بيكون بحالة الجمع يكون توافق بين الفاعل والفعل وأيضا بالحالة الثانية بيكون الاسم مفرد أيضا بيكون توافق بين الاسم إذا كان مفرد والفاعل هنا يكون جمع نستخدم فعل كون بحالة الجمع في هذه الحال يكون مفرد نستخدم فعل كون بحالة المفرد اللحظة ذلك الجمع لاحظة احمد لا احمد لا احمد لا احمد والدي يستمتعون بالأفلام الرومانسية اللحظ ما نشوف لا احمد على طول بيكون بعدها يكون فعل بحالة المفرد لا نقول بارنس حالة الجمع نستخدم enjoy نستخدم enjoys نضع الفعل s المفرد الغاب اذا في عدن neither nor بكل فعل نعمل عمل المفرد نستخدم enjoys الكاتبة والمنتجة تتحدث او تتكلم عن او فيما يدور في عقلها hear mind بهذا الحال لاحظ the writer and producer هي شخص واحد اذا فتاة واحدة او امرأ واحدة اذا شخص واحد يعني شي لماذا لأنه عدنا here لو كان جمع بيكون عدنا نستخدم there لو شخصين مختلفين لكن شخص واحد لماذا لأنه عدنا here mind عقلها مع تو شي عند اذا ايضا بيكون الفعل بحالة المفرد وليس حالة الجمع لو كان their minds عقول لهم عند اذا بيكون writer شي شخص و producer شخص اخر بيكون بحالة الجمع بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن compound subject الفاعل مركب وتكلمنا عن بعض الحالات التي يجب انتبه اليها اتمنى قدمت شي الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته